اشتركوا في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا ويلا بينا نبدأ وبنروح لعندي جودي اللي خارجت من مدرستها قبل معاد الانصراف لانها ما قدرتش تستحمل اللي حصل ومشيت بسرعة القاصل عشان تعرف منه هيعملوا ايه وليه حصل ده كله وتطلب منه ان يلاقي حل ويوقف الاخبار دي فنزلت قصاد البوابة الرئاسية لشركات قاسم وطلعت لفوق بدموع وحزن وهي سمع صوت الموظفين اللي بيتكلموا عليها ومنهم اللي بيوجهوا لها نظرات حقد وحسد فخرجت من المسعد واتجهت لمكتب قاسم فوقفتها مونة السكرتيرا بحقد وصخط وقالت نعم جودي بقى داب ودمو ممكن ادخل لقاسم قاسم حاف كده لو سمحت اعايز ادخله استني لما استأذنه سكت جودي ودخلت مونة بمنتهى البرود للداخل لعند قاسم اللي كان لسه قاعد بيتكلم مع عادل وبيحاول يهدأ فقالت قاسم بي الانسة جودي برا انطفت قاسم من مكانه وغضد منها وقال بحدة ومقفها برا يا حيوانة اتصدمت مونة من رد فعله اما قاسم فخرج بسرعة عشان يشوف حبيبته اللي جاية قبل معدها فخرج ليها ولقاها قعدة بأدب وبتبكي ودمحها على خدها فحضنها وهو مفزو وقلبه بيتقطع عليها وقال لها بلهفة جودي حبيبتي مالك فيك ايه يا روحي بتعيطي ليه قولي ما تخبيش عليها كل ده كان تحت نظرات عادل ومونة المصدمين من الحب الحقيقي ده واللي خلى عادل يتأكد من ان قاسم عاشق لجودي اما مونة فازداد حقدها على الطفلة دي فكمل قاسم كلامه وبعدين انت ايه اللي موقفك برا ما هي السكرتيرا قالت لي استنى تستأذنها بس قاسم بغضب جحيمي لمونة لانه فاهم حركتها كويس وبس مرة تانية بمنتهى الحنان لجودي وهو بيحضنها وقال حبيبتي بعد كده تجيلي تدخلي على طول من غير ما تستأذني مني انا شخصيا اوكي وبعد كده بص بتواعد لمونة وهو بيشد جودي معالي الداخل اما عادل فسابه ورحل مكتبه دخل قاسم مكتبه وقفل الباب وهو بيحضن حبيبته بحنان شديد وقعدها جنبه وقال لها حبيبتي مالك قلقتيني عليكي خرجت من المدرسة قبل معادك ليه وكمان بتعييتي ليه بكت جودي اكتر فتقطع قلب قاسم عليها وقال لها جودي عشان خطري بلاشت عيتي مش هقدر بجد عليها في المدرسة صحابي كانوا بيشوفوا فيديو اهدي اهدي يا روح قاسم وليلي مين اللي دايقك فيهم كلهم كلهم بيتكلموا على الفيديو وبيقولوا علي بيقولوا يا حبيبتي بالراحة اهدي بس كملي يا روح بيقولوا علي اني عاملة فيها مقدبة ومش بصاحب ولاد وانا انا برسم على كبير وزاد بكها فحضنها قاسم بحنان شديد عشان يحاول يهديها ودقايق وخرجت من احضانه قاسم غمض عينيه واتنهد باستمته وهو بيسمع لإسمه منها نعم يروحوا عشق قاسم ابتسمت جودي من بين دموحها هنعمل ايه قاسم غمض عينيه للمرة التانية باستمتاع فقالت هي ببراءة مش بترد علي ليه قاسم وانا هرد ازاي ولا اعمل اي حاجة وانا بسمع اسمي منك كده وبعدين احنا مش هنعمل اي حاجة دلوقتي ولا حتى تنزل تكسي لا طبعا ده نهاينا علي اروح ابوس ايدي اللي نزل الخبر ورفع الفيديو والصور دي بصيت له بدهشة واستغراب فكمل كلامه اه ما تستغربيش كده الناس كلها تعرف انك بتعتي قال كده بفرحة ولكن ثانية واتغيرت ملامح وشه وهو بيفتكر كلام يامن فلحظة جودي تغيره وسألته بقلق قاسم مالك ابتسم قاسم وهو مستمتع باسمه من بن شفيفها وتكلم بقلق وهو خايف من جوابها جودي نعم انتي يعني يامن في حاجة ما بنكو لا يامن زميلي بس وزي اخويا احنا مع بعض من كيجي وان ومامتي ومامته كانوا صحاب يعني انتي من ناحيتك مفيش اي حاجة لا خالص ولا حتى اعجاب بصراحة وهنا وقع قلب قاسم في رجله فاكملت جودي وقالت بصراحة لو فيه اعجاب هيبقى لي كنت قالتها وهي بتبصله بسحر فتعالت دقات قلبه من الفرحة وهو مش مصدق انها خلاص هتورم بيه فما كانش متوقع انها هتحبه في يوم وكان هيكتفي بحبه هو ليها وبس ولكن بكلامها ده بردت قلبه فاحتضنها بقوة من شدة فرحه وبعد دقيقة بعد عنها وجيري على التليفون عشان يطلب الأمن واللي خلى جودي تتصدم أكتر لأنه طلب منهم ان يسمحوا لكل الصحفيين اللي قاعدين قصاد البوابة الرئاسية بالصعود لقاعة المؤتمرات لأمر مهم ودقايق وكان كل الصحفيين ومعاهم العمال ومن بينهم محسن ومهى وعادل فدخل قاسا وهو حاضل كف حبيبته ما بين إيديه وكأنه بيبعث رسالة للجميع انها تخصه هو وبس وفي نفس الوقت كل المصورين بيلتقطوا صور عديدة لهم فقعد على المنصة وقعدها جنبه وسواني وتكلم وقال من مبارح وكل مواقع السوشيال ميديا بيشيروا الفيديو بتاعنا وكمان المجلات والجرايط وأنا جمعتكم هنا عشان أكد الخبر وأقول للناس كلها أني مستني لما جودي تتم التمنتاشر عشان نقدر نتجوز وكانت الصدمة من نصيب الجميع فالكل كان متوقع أنها مجرد نزوة أو سقطة من سقطاته ولكن الواضح أن الأمر ده أكبر بكتير وكان من بين المنصدمين مهى ومحسن حتى عادل صديق عمرو اتفاجئ جدا ولكن الصاعقة الأكبر فكانت من نصيب جودي اللي ما كانتش تتوقع أن قاسم هيصرح بالتصريح الجريء ده وسواني وانهال عليهم الصحفيين بالأسئلة اللي ملهاش عدد وهي بتحاول تبتسم وتستوعب الموقف أما قاسم فبيبصل لها بعشق حقيقي وهو محتضم كف إيديها وصادق جميع وانتهى المؤتمر الصحفي المفاجئ اللي عقده قاسم وخرج وجودي معه فوقفته معها وهي بتنادي باسمه فتوقف عن المشي وغمت عينه وهو بيحاول أنه ما يضيقش نفسه لأنه دلوقتي أسعد إنسان على وش الأرض بعد ما أعلن تملكه وعشقه لحبيبته الصغيرة وتدور وبصل جودي اللي بتبصله بابتسامة ورجع وبصل مها ابتسامة صفرة وقال نعم يا مها في حاجة في حاجة هو حضرتك بتتكلم كده زي ما يكون ما فيش كارسة حصلت من شوية كارسة كارسة إيدي مها وهي بتوجه كلامها لجودي اللي كانت بتتابع كلامهم باهتمام وقالت جودي يلا عشان نمشي من هنا وحضرتك يا قاسم بي الشغل اللي ممكن تضغط علي بي أنا سيبهولك يلا يا جودي بصت لهم جودي بحيرة فهي مش عارفة في أي اتجاه تروح فاتكلم قاسم بعيون مظلمة من الغضب أنت بتعملي إيه أنت مفكرة أنت ممكن تغضيها فعلا وحضرتك مفكر أني هسيبها لك تتسللك بيها يومين أنا فعلا مش فهم أنت إيه مشكلتك اتدخل عادل في اللحظة دي وقال أكيد يعني يا جماعة مش هتتخنقوا هنا في الكوريدور بتاع الشركة الموظفين كلها بتتفرج ادخلوا أي مكتب وتنقشوا انتبه قاسم ومه وجودي على مكانهم فأحد الممرات اللي بتسبق قاعة المؤتمرات وجميع العمال في الشركة وقفين بيتابعوا المشدة الكلامية اللي ما بينهم بمنتهى الاهتمام والدهشة فشول لها قاسم إنها تروح معه لقاعة المؤتمرات للمرة التانية فدخل قاسم القاعة وهو لسه ماسك جودي بشدة ووراهم مها وعادل ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا بس قصتنا لسه ما خلصتش أتمنى تقدروا مجهودي وتعبي وتوصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات ولو انت مش مشترك أتمنى تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة